موسيقى 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 اهلا بك معنا في هذه الفقرة طبعا كان اجتماع بالنسبة الى لجنة السياسة النقضية نشاهد انه الفيدرالي مرة جديدة ليس هناك اي شيء يعني جوهري بالنسبة الى تصريحات او بالنسبة الى الفيدرالي هل سيستطيع دائما الفيدرالي ضبط الوضع وخصوصا نحن نقترب من الرئاسيات والانتخابات امريكا هل سيستطيع ان يحافظ على عدم انهيار السوق ام سترى هناك تقلبات وكيف ترى الفيدرالي بحد ذاته بالنسبة الى امساكه وخطر الاسواد مساء الخير اجتمع الفيدرالي يوم الاربعاء وهذا الامر دائما يتسبب بالتقلبات عادة كان هذا الامر مناسبا لشراء الاسهم حيث انه خلال المؤتمر بعد المؤتمر حصلت عمليات بيعية قوية في الاسهم وهذا الامر استمر في الجلسة الاسيوية وهذا الامر كان مرتبطا بعدم التزام الفيدرالي بالمزيد من التيسير الكمي طبعا هو لم يكن متشددا لكنه لم يكن بالتساهل الذي رغبه المستثمرون وبرأيي كان هناك مبالغة في ردود الافعال اعتقد ان باول كان متفائل من الاقتصاد وحسن توقعات النمو الاقتصادي والتوظيف وكان هناك تزايد في مبيعات التزيئة كل هذه امارات او اشارات ايجابية للشراء عند الانخفاض في الذهب والبرصة وبرأيي ليس هناك ما يتسبب بكسر هذا الاتجاه الذي نراه منذ فترة طويلة شاهدنا اسعار النفط استعادت مرة جديدة مستويات ال40 دولار وهي مهمة في هذه الفترة خصوصا مع المستجدات العالمية ما هي العوامل التي ستؤثر على المدى القصير في الجلسات القادمة طبعا كان هناك اعصار سالي ومزيد من التطورات هل سنصمت دائما فوق ال40 دولار التي هي مهمة جدا للخامين لبرانت والخفيف نعم يمكن ان تصمت الاسعار فوق ال40 دولار وهذا مستوى مهم شكل حاجز مقاومة وكان اسبوعا مهما لاسعار النفط مع تقرير أوبيك يوم الاثنين ثم صدرت البيانات يوم الثلاثاء من معهد البترول وأزارت تراجع المخزونات وهذا الأمر هيئة المجال لإدارة معلومات الطاقة التي أيضا متخيب الأمال ورفعت الأسعار فوق 40 دولارا وكما قلت يجب أن ننتبه إلى موسم الأعاصير وحصول زعزعة في سلاثل التوري دونك الكثير من المتغيرات البعض من المتداولين ربما هم يعلمون السوق جيدا وينتظرون الفرص المناسبة للدخول إلى السوق نعم شاهدنا ممكن نوترن أو تحول كبير جدا بالنسبة إلى بانك إنكلترا مع حديث عن الفوائد بالسالب وهذه ظاهرة جديدة بالنسبة إلى بانك إنكلترا مع هذه القرارات ممكن تحصل في المستقبل أين ترى السليني خصوصا أنه تعرض أصلا قبل هذه الاجتماعات إلى ضغط كبير جدا كان في الجلسات الأخيرة كما قلت للمرة الأولى في التاريخ هناك خيار لطرح فوائد سالبة ولا دخان بلا نار فاللجنة في بنك إنكلترا تحدثت عن كيفية طرح الفائدة السالبة الإسترليني تراجع ثم ارتد وأنا لا أرى احتمالا كبيرا لصعود الإسترلين مع وجود كثير من التغيرات هناك المولى النهائية للبريكزيت في الخامس عشر مكتوبر التاريخ يقترب وكلا الطرفين يتصارعان في المفاوضات وهناك تزايد في أعداد الإصابات في فيروس كورونا في المملكة المتحدة وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى حالات إغلاق عام وهذا الأمر يؤثر على الاقتصاد أعتقد أن الإسترليني سوف يسجل حالة من الهبوط مقابل معظم الأزواج الرئيسية الأخرى بالنسبة إلى وضع الأسواق الأسهم في المستقبل طبعا نحن نتكلم عن تزايد الحديث عن اللقاح ويممكن أيضا في أجهة المقابلة هناك حديث عن إقفال لدول مرة جديدة أو بعض الولايات أو بعض المدن الكبرى وبعض العواصن حتى في لندن أو في بريطانيا أيضا بعض المناطق كيف ترى هذا التباين مع تسارع للحصول على اللقاح وفي المقابل أيضا تزايد الإصابات وتأثيره على سوق الأسواق بكل تأكيد أنا متفائل أكثر من الآخرين هناك عناصر أساسية إيجابية تدعم صعود الأسواق هذا الأسبوع كانت مبيعات التزايد الصينية تشير إلى ارتفاع بنصف المئة على أساس سنوي وهذا أول توقع إيجابي لعام 2020 والبيت الأبيض تراجع عن فرض الحظر على استيراد القطن والطماطم من الصين إذن هذا يمثل تنازلا وترامب سيقدم تنازلات إضافية مع اقتراب الانتخابات في نوفمبر وهو يريد أن يشعر بالفخر ارتجاه الأداء الاقتصادي إذن سوف يكون هناك صعود في الأسواق وأعتقد أن الأمور في اتجاه إيجابي أكثر من أن تكون في اتجاه سلبي في الأسواق هذا الأسبوع نعم شاهدنا أيضا حصل بعد إجتمال الفيدرالي شاهدنا نوع من الضغط على أسعار الدهب الضغط على المدى القريب هل ستؤثر بقوة هذه الضغوط للأسعار وما هو تحليلكم على ذلك؟ أعتقد أن الاتجاه الصاعد في الذهب لا يتأثر صدر الدوت بلوت من الفيدرالي الذي أشار إلى أن الفائدة ستظل منخفضة حتى 2023 وآخر مرجعية لأن كانت الأزمة المالية حيث ظلت الفائدة منخفضة لعدة سنوات وأتوقع أن يكون وضع مشابهة هذه المرة أنا متفائل تجاه أسعار الذهب لم يكن هناك أي شيء صدر من الفيدرالي سيؤذي أو يضر بهذا الاتجاه الصاعد في الذهب على المدى المتوسط والطويل شكرا لك مارك لي محل الأسواق المالية دعونان لأنا من تخفش أسعر